شئ تاني كتير ناس اللي ترك الشرق الأوسط بيجوا على دول غرب كأنه كأنه عم بلعنوا في بلدهم وهيك في عندهم امتعاد ودايما بينتقدوا بلدهم شو رأيك اليوم انك تعمل سلاح آخر تطلق ما نسميه سلاح البركة تقول أنا اليوم بدي أبارك بلدي بدي أبارك شعبي بدي أبارك ملكي تقول يا رب بارك على الملك بارك على الرئيس بارك على بلدي بارك على مجتمع بارك على البلد اللي أنا ساكن فيها وهكذا اطلق قوة البركة على بلدك وتعهد اليوم تعهد في أي مكان أنت بتشاهد تعهد أنه تبتل فيك أنك أنت أولا تكون المواطن الصالح تقول طم الكل بصرق والكل بخدرشو والكل بيجزب والكل وهذا يعني ماء سارع على الكل من الكبير لصغير شو راك أنك تبتد أنك تكون مثل والرب راح يكافأك الله لا يجيع نفس الصديق مش رايح يجوعك الرب وتأكد أنه الرب راح يسدد احتياجاتك قوم بواجبات البلد إذا فيه ضريب أدفعها أدفعها إذا فيه أي واجبات من نحو البلد اعملها وإنت بتصلي وإنت عم بتبارك هذا البلد حب بلدك حبها حب نظافة البلد أنشر ثقافة أنشر حضارة أنشر خير الناس كلها بتسوق مثل المجانين أنت تكون حافظ على القانون والتاني راح يحافظ والتالت راح يحافظ حتلاقي البلد كلها حتحافظ قوة الخير أقوى من الشر قوة المحبة أقوى من الكراهية قوة الاستقام والصدق أقوى من الضلال والكذب والنفاق والرياء والتزييف اشتركوا في القناة